الإسلامين أو نظرة الإسلامين فيها تقييد الحرية لا يرون الحرية مطلقة لديهم نظرة خاصة لا ما معنى الحرية الحرية أن تفعل ما تشاء ولا تفعل ما ينبغي تفعل ما تشاء يعني تقتل الناس يعني لا يسع عندك أشياء محرمة هذا لا يقول به أحد إنما أن تفعل ما ينبغي للإنسان العاقل إنما يحتاجوا إليه الناس من الحرية حرية العقل حرية النقد حرية التصرف الحرية السياسية الحرية الدينية لكن الإسلاميين لديهم تصور لما ينبغي يختلف عن تصور بقية الناس ماذا يريد الناس من الحرية الناس ماذا يريدون من الحرية هناك وجهات نظر كثيرة شيخ يوسف في موضوع الحرية عند تيارات فكرية لبرالية يسارية يعني تختلف عن ولكن هذا الحرية أن كل مجموعة تفعل ما تشتهي أليس هناك موازين عامة أليس هناك قيم متفق عليها حينما قال عمر بن خطاب ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة بيحكم بالفطرة ماذا استعبدتم الناس وقد ترجمة نانسي قنقر